يجب أن تبدأ يجب أن ترى طريق الذي لم يرى شيئا يجب أن تنوض في الصباح و تقول أنه سوف نعود يجب أن توقف و تصدى العاصفة للهدرة الناس سوف يرى أن ترى أن ترى الماء ما سوف يقولون؟ لا سوف يقولون أن ترى أن ترى الماء و إذا كانت تهمك للهدرة الناس و لا سوف يهمك سوف يدخل في داركم و لا تدخل الفعل و لا تدخل شيئا و لكن الإنسان يجب أن يحاول و تشجع شيئا ما أريد أن تدخل في الحياة و أن توقف على صدر ربي و أن نسأل الناس ما يقولون ما سوف يقولون لي أنا من نهار بديت يقول لك يا سين أخوي تبتلتك أصدقاء تبتلتك علي نوجاك ولكن أنا راسم عندي فلسفة في الحياة و عندي واحد الهدف و راسم أريد أن أصل لي و هذه أمور طبيعية كانت المثال أمريكي و بالنسبة للقاديات و الأصدقاء و الأصدقاء أمركم ما هو الساروخ كيف يطلع الفضاء؟ كيف يكون الساروخ؟ كيف يكون الساروخ؟ الله يرضيها لك ما يسمى؟ يسمى البوستر و البوستر لا يستطيع لكي يذهب إلى الفضاء لا يستطيع لك في الدفعات في البداية لكي تصل إلى مكان لكي يطلق و يرجع للقاديات و يزيد خدمة ثانية و يدفعك من فوق 3 مصفر و يطلق و يرجع للقاديات لكي تصل إلى فوق و تبقى بوحدك إذا أريد أن تصل إلى مكان و إذا أريد أن تكون أصدقاء مع الناس يجب أن تكون متوسطة يجب أن يصد المثال تبقى بوحدك اذا لأ، تبقى الرفقة و الناس المثال هذه الرفقة يوجد و تدفع من المحدد بالضبط يجب أن يقوم بمجادة تقع لكي يكون لا تذكر على الله هل يعمل؟ فهمنا القاديات هذا هو البوستر لأن بعض الناس يدخلون لحياتنا يتبغون سيختان سيزون فصل واحد ونأمل أن يكملون معنا الفصل كاملا ونفوك تخرج في النبو تكون غادي ب120 كم في الساعة فلن تقوم ب120 كم في الساعة وكذلك غادي بشكل كم في الساعة يمشي معك ب120 كم في الساعة والغريب في الأمر هو أن الناس لا يتقبلونها لأنه يبدو الهضران السلبية وكذلك نضع القبص وكذلك نضع القبص على ديناتي ونتوكل على الله ونكمل الطرق هذه الأمور كثير من الناس يتغضوا عليها وأنا بالنسبة لي أهم شيء في حياتي الذي بدلت لي حياتي وأهم شيء الذي خلتني أن أرى الريزولطة قدام عيني أرى أن التجارب التي أعيش في حياتي تبدل وأرى أنني أزيد القدام وما أرى أن تقاتل كما يقول لك دربتها مارا أو موتيفة وكذلك موتيفي عندما تقاتل على دماغي وكذلك لا يوجد مشكلة على الأقل دماغي يعمل جيد يمكن أن تقاتل على موتيفة يمكن أن تقاتل على موتيفة ولكن الدماغ عمر وكذلك نظر في الحلقة مفرغة تجارب اللوم ترجمة نانسي قنقر موسيقى ترجمة نانسي قنقر